الاخ سويرس وقع وقع يا هباب مع السيسي حقيقة يعني واتفتحت الدفاتر القديمة واللي ما يشتري يتفرج زي ما بيقول المسا المصري تفاصيل خناقة كده لما هتدخلها هتعرف قد ايه انك انت بتتسرق ومين كان بيساك الاول بس عشانا بقالي من الفين والله العظيم من الفين وتلاتاشر قبل 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 شهر ستة وانا بتكلم على القضية دي ولا حاجة وما حاجة سمعني الاول بقى نبدأ القضية ايام الدكتور عبدالله الشحاتة ربنا يفك اسره خبيل الاقتصادي العظيم اهدى بقى واشرب رائع كده واهدى شوية ايام الرئيس مورسي رحمة الله عليه الرئيس اللي نحسبه شهيد بإذن الله اه وزير المالية في الوقت ده والدكتور عبدالله الشحاتة قرروا يفحصوا ضرائب كل الناس منهم برايم عيسى ومنهم الاخ سويرس اكتشفوا ان سويرس كسبان مليارات عملوا لجنة فحص ضريبي قالت ان الضرائب المقرة على الاخ على اهل سويرس اربعتاشر مليار جنيه على اهل سويرس الكلام ده امتى بقى ايام الرئيس مورسي رحمة الله عليه لو عندك بيت الخبر اطلع بيه انت لما انت توقف كده كتير يعني طب كنت تطلع لي التاريخ ده ايام الرئيس مورسي الخبر ده الاخ سويرس بقى ساهم مساهمة بناءة فيما يسمى انقلاب تلاتة يوليو او تلاتين ستة ومول بقى شباب ومول معتصمين ومول قنوات وكان عنده حزب مصر المصير الاحرار وقعد يمول ويدفع في الفلوس لانه مش عايز يدفع الاربعتاشر مليار اوكي لفت الايام يا مؤمن والدور الدواير ويطلع الكلام كله صد وبقت قضية وليها معاها بقى قصة في التفاصيل جي جات سيرة حكم الرئيس مورسي اللي كان عايز يدفع السويرس اللي عليه بس انا اقولك بس الرئيس مورسي بتاع عبدالله شهاته فتحهم لف عملوا لجنة مش كده مش عوات يعني اكتشفوا ان السويرس عليه 14 من الى السويرس هو بقى مش عايز يدفع صعب بقى ويدفع فرح دفع 2 مليار تقريبا وقالك الباية تفع قصات وبدأ يمول في 36 اما جاب السيسي واعتقل الرئيس مورسي واعتقل الدكتور شهاته عبدالله شهاته قال له بقى اذهب فانتم الطلاقاء روح يا عم سويرس مش عايزين منك حاجة انبسط سويرس واستقانيس تلف الايام والسنين والدول ودلوقتي الحكومة بتطالب سويرس بدفع سبعة ونص مليار جنيه درايب والسؤال هم اللي بيسألوا لماذا تتهرب قرسكم من حق الدولة اهو الحكومة تطالب سويرس بدفع سبعة ونص مليار جنيه درايب لماذا تتهرب الكلام ده من انت بقى سبعة اغسطس اتنين وعشرين ياه قسما بالله العظيم وقسم اتحاسب عليهم الدين انا بقول الكلام ده من الفيوم ترتاشر وعلى هوا سويرس هربان من الضرائب المهم بقى ما حاجش كان بيصدقك بقى التفاصيل فيها الحق حدرت الدائرة ستة وعشرين ضرائب محكمة القضاء الاداري برئاسة مستشار سادي الهنداء ونائب رئيس مجلس الدولة الموافق 18 رأسطس لنظر الطعن الضريبي من وزير المالية بطلب للمهندس الزام المهندس ناجيب سويرس بصفته رئيس مجلس دارت شركة قرسكم للانشاءات بسدات سبعة مليار جنيه قيمة الضرائب المستحقة على الصفقة التي ابرمت على الشركة مع شركة لفارج الفرنسية سنة سبعة الفين وسبعة بقيمة تجاوزت سبعين مليار وكانت الشركة كان فعل ماضي والماضي مالنا وماله على رأي شادي كانت الشركة شركة قرسكم قد تصالحت عام 13 ابان حكم الرئيس مرسي مع مصلحة الضرائب على المبلغ محل المطالبة وقامت بسداد 2.5 مليار جنيه كاش وشيكات آجلة بباقي المستحق غير أنها بادرت باللجوء للاجلة الطعم الضريبي بتظلم عقب صور التلاتين يونيو أعفتها اللجنة من دفع المبلغ وردت إليها ما سبق سبع دي شفت البزراميت سويرس عمل صفقة مع شركة لفار دفعت خات سبعين مليار قال سويرس يعني الضرائب قالت له ايام الرئيس مرسي انت عليكها 14 مليار لاجلة لا أو مش لا ادفع دفع 2.5 وقال لهم الباقي تسعوا بعدين فوضي ليمول في 30 سونية الله يخرب بيت دي يوم فوضي ليمول فيها لحد ما حصل بقى النصيب وجسيسي أمش عمل تظلم صوري كده قالوا يا انه ده انت طلعت بريق خدي عنك عفونا عنك وكمان المبالغ اللي انت دفعتها الرجعها لك نفس الكلام ده والله العظيم أنا قلته في خنات الشعب في مصر وعلى خنات الشرق القديمة وعلى خنات مصر الآن وعلى خنات مكملين قسما بالله ايلي الكلام ده من قبل الانقلاب فاكرين لما طلع سويرس يقول يقولك ان القضية متلفقة زي التغريدة دي اللي بيرد بيها على واحد اسمع كده التغريدة اطلع اطلع عشر في التغريدة اطلع 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 الامن يغتحم شركة عصام خليل بوس البلد ومستندات تكشف تهربه الضريبي الجمهوركي الجمهوركي مصراوي اسمع تهرب ضريبي يا باب وانت سيد العرفين قالك استوانا مشروخة ألفها وفبركها اخوانك لمواقف السياسية ضدهم وهو شرف عزيم وهو شرف اعتز به وحاولوا تسويقها ونشرها زيك كده والحقيقة بسيطة اثبتها القضاء بعدم استحقاق الضريب على الشركة التي لا أملك فيها انا شخصيا سهم واحد حلو ده بقى اللي قاله سويرس الكدام طب يا سويرس ليه الحكومة سكت عليك وانت سكت والدنيا تلمت تعالي شوف بقى او اقولك عشان هو بدأ يدفع الاتاوة في 2014 سويرس يدفع اموال التهرب الضريبي لسندوق تحيا مصر دفع مبلغ كده لسندوق تحيا مصر الراجل جاء في 2018 اتبرع بيه مدافع ميت مليون دولار للسندوق اطلع اطلع اتبرع بيه للسندوق تحماس وهذا غير تبرع العائلة بميت مليون دولار للسندوق ايضا خارج موضوع القضية اللي كسبناها وبكام على دي الضرائب ام يا مؤمن تمر تلات سنين وشمس تطلع وشمس تغيب وناس تموت وناس تحيا ويطلع السويرس يتكلم عن الحكومة نفسها بتنافس القطاع العام بشكل غير متكافئ نوفمبر 21 نجيب السويرس يقول ان المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة غير متكافئة فانت تقول مين لي زعالك يا سوين مين لي زعالك يا نجم يا ابو الأنجاب مين لي زعالك بس مين لي زعالك بس نسيبك بقى من القصة دي يعني يعدي يوم واحد بس وتلاقي موقع القاهرة 24 المقرب للمخابرات يهاجم السويرس على طول نجيب السويرس يتلعب في البورس ويتهرب من 7 مليار جنيه درائب ويهاجم الدولة لو يحقق مكاسب شخصية اطلع بالتاريخ كده اللي كان هناك كان كام الوطن تكشف انت فيها عم ما تثبت على خبر يهتطلع بدا يجيب التاني وتخلص طيب التاني بقى هات التاني مهم يعني ده بس عشان تفهم ما هو الوطن تدفع الدرائب ونصف فيها الرئاسة في خدماته متهرين من الدرائب والخسار وصلت 7 مليار جنيه اوكي طيب ده اللي اشار ليه قبل كده الخبير حاني توفيه لما اتكلم عن الجهات اللي ما فيهاش ما بفتعش درائب تاكل الفيديو ده اللون الاحمر ده حوالي 14% دي معناها ان حصيل الدخل الدولة قليلة لانه الدولة ما بتحصلش كل الدرائب اللي المفروض تدخل لانه فيه أنا كنت فاكر جاية كده أنا كنت فاكر انه هو بسبب بس الاندرجروند ايكونومي انما انا اكتشفت ان ميزانية الدولة فقط اللي تقع تحت سيطرة البرلمان ووزير المالية 48% من ايراضات الدولة 52% هيئات اقتصادية وجهات اخرى وجهات خارج ودي قالها الدكتور معيه نفسه قريب قالك انا بس 48% فالدخل بتاعي اللي تحت سيطرة وزير المالية 48% من دخل الدولة معيني من صفات والباقي فين مني بقولك هيئاتكم من هيئات المجتمعين العمرانية الجديدة كل الحاجات دي كل هيئات الاقتصادية في حاجة وخمسين هيئة اقتصادية ودرم الترويب يعني لا ما عندكش كنترول عليهم عرفت لي بقى الموضوع بيتطبخ لانه سويرس مش مزبط مش بيساوي اموره هو الراجل حقيقة بيقلبه في قرشين وبيرخم عليه شوية يستحمل بقى ايد الضرائب اللي بتقيله سويرس فعلا سلم وخرج من السوق لصالح الامارات يعني بعد ما قوله بقى 7 مليار عليك 7 مليار بقى سلم وخرج من السوق لصالح الامارات زي ما حصل معاه في شركة بولتون قادر خبره شميرا الاماراتية تقتنس 56 فقط في المية فقط من اسهم بولتون المصرية بخلاف سويرس لم يستجب صغار المستثمرين لعرض شراء حصاصهم يعني اللي باع من سويرس نجحت شركة شميرا الاسمارات الاماراتية في اقتناص 55 من اسهم بولتون المالية المقصة مقابل كذا وذلك تسعى شميرا الاستحواز على ما لقل على 51 وما لا يزيد عن 90 واغلب الاسهم التي اشترتها شميرا تخص الملياردير المصري نجيب سويرس بشكل غير مباشر عبر شركته وراسكم المالية القبضة فيما لم يستجب صغار المستثمرين في بولتون لشراء حصاصهم حل في نفس الوقت ده بقى اللي بينسحب سويرس بتظهر واحدة متهمة بالفساد داليا خرشد وزيط الاسمار السابقة مرطر عام تظهر بقى داليا خرشد عشان يقولك داليا خرشد رئيسا تنفيذيا وعدوا منتدما لشركة بيلتون 9-8 اغسطس 20-22 يعني ببساطة يا حضارات داليا خرشد ما كانش لها دعوة بشركة بيلتون داليا قبل ما تخشت برئيس مجلس تنفيذي للشركة جابت الامارات معاها الامارات حطت عينها على الشركة مين اكتر مسام في الشركة دي سويرس هات يا سويرس الاسهم مش هدي لقهات مش هدي لقهات مش هدي اوكي طلعوا له قضية الدرايب درايب لأ خلاص بعت ده سويرس اللي كان بيقول في التويتا ان القضية طلعت منها براقة لا انت ما انتاش براقة انت تلفقت لأي القضية تلمت كده عشان انت دفعت فلوس عشان مجهودك العظيم في 30 يونيو وبعدين بقى لما احتاجوا للشركة دي بص قال لشوك يا سويرس بقى من حزب المصير الاحرار خدوه منك قناة اون تي في خدوها منك شركة والتون خدوها منك الغريب بقى في قعات التدوير اللي بتحصل بين ابناء النظام ورجالة الاجهزة الامنية انك بتلاقي التلعب بيتم كده زي كوتشينا امتى ننزل الكارت امتى نرفعه فهل فساد بس قبل ما نكمل انا عايز اقول حاجة مهمة اولي نسأل الله العظيم رب العاشر العظيم ان الفكة اسر الدكتورة عبدالله شهد لان هذا الرجل المحترم الاقتصادي المحترم اللي نكي البي سيسي كان السبب كله هو رجل على فكرة خبير اقتصادي ان هو فتح ملفات الضرائب بتاعت سويرة سوي اللي زيه فاول ما مسك السيسي بقى بيرد الجميل مين زعلك ارمي عالسجل حال الوقت ما ارمي في المطاقة قادي سويرة سهو تكشف ان عليه 14 مليار خففوا هالو بقى السبعة ونص برضو مش عاليش زي يدفع خلاص بقى ناخد منك شركة بولتون شركة بولتون دي يخشها قالي اليومين دول بالصدفة داليا خرشة المتهمة بالفساد اهو في جريبت الرأي شبه بتورد زوجة محافظ المركزي المصري بصفقات تسوية مديونات موقع الرأي عشان بس ما حدش تقول لنا بتجيبوا كلام دا منين تقدم عدو مجلس النواب عن حزب المحافظين في مصر طلعت خليل بطلب احاطة الى رئيس البرلمان ورئيس مجلس الوزراء حول شبه تورد وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة محافظة بنك المركزي طريق عمر داليا خرشة في صفقة مديونيات مستحقة للبنوك المصرية بقيمة 450 مليون دولار على الشركة المصرية اللي هايدي كانوا في مايو 2019 قدية فساد كبرى ابطالها سيدة الاستخبارات الاولى قدية فساد كبرى ابطالها سيدة الاستخبارات الاولى ونجل الباز ووسيط اماراتي 22 مايو 2019 اطلع اطلع ادي داليا خرش ده هي اللي طارق عامل هامة بها غراما كشف خطاب موجه من عدو مجلس النواب المصر محمد فؤاد الى رئيس هيئة الرقابة الدرية شريف سيف الدين الله يمسي بالخير بقى وقعد في البيت دلوقتي عن قضية اهضار اموال عامة تقدر بملايين الدولارات بطلتها وزيرة الاستخبار السابقة داليا خرشت زوجة محافظة بنك المكازي ورئيسة مجموعة ايجل كابيتل اللي انشأتها المخابرات العامة كسندوق والوقاعة دي طلع بقى فيها ايه اسماء ناس تانية منهم ابناء ناس وكده يا حضرات ده القصة اللي والله لا اهو الاسباب الحقيقية وراء حكم المؤبد على الدكتور عبدالله شحات كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبدالسلام رئيس قسم الاقتصاد بصحيفة العرب الجديد عن الاسباب الحقيقية وراء حكم المؤبد اللي صدر بحق الدكتور عبدالله شحات مستشار الرئيس محمد مرسي بالاقتصاد لافتد لان حربه على حتان رجال الاعمال المتهربين من الضرائب كانت احد الاسباب وراء الانتقام منه انا مش هارف اقرب من الخاطب انتو عميني ده المؤمن يعني اطلع بات ايوة كده اوكي عبدالله شحاتا عاد الى وطنه عندما كان الوطن في حاجة ليه ترك عمله كمستشار في صندوق النقد الدولي بالخارج وكان بيوقد مرتب 20 الف دولار في صندوق النقد وقرر العودة لبلده لإفادته بخبرته الطويلة خاصة في مجال المالية العامة وعلاج عجز الموازنات وكيفية اعادة توزيع الدعم الحكوم وفي مقاله المنشور يوم الاثنين بعنوان اخطاء عبدالله شحاتا يقول عبدالسلام عن شحاتا تعرفه الصحافة العالمية بان او تعرفه بانه المستشار الاقتصادي الرئيس محمد مرسي ما تهدي عم عشان انا الخط صغير اصلا وتعرفه الاوساط الاكاديمية بانه استاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القيرة وتعرفه الاوساط الحزبية بانه رئيس لجنة الاقتصادية بحزب العدالة الذي حكم مصر من 12-13 وتعرفه الجامعات العالمية بانه حاصل على درجة الدكتوراه من اعرق جامعات لندن وتعرفه الموستات المالية الدولية بانه عمل خبيرا بالمعونة الامريكية ومستشارا لسندوق النقد الدولي ومسل مصر في اجتماعات الصناوية لسندوق النقد الى اخره يعني يعني اعروا المقال ده عن مين عبدالله شحاتة اللي فتح الباب او النيران والحرب على رجال الاعمال متهرمين من الضرايب وعلى رأسهم اول ما حصل الانقلاب العسكري في تلاتين ستة اتاخد الدكتوراه عبدالله شحاتة ودلوقتي واحد حكم مؤبد اشتركوا في القناة